مع انطلاقة فصل تشريعي جديد من البرلمان الخامس تتكشف أوراق مثقلة بمأساة تلكئ عمل برلمان خرج من رحم انتخابات مبكرة عقد الشارع أمله السياسية والاقتصادية والأمنية عليه لكنها خابت بعد سنة تشريعية أولى من عمره التشريعي دون أن تحقق إن صح التعبير سوى جزء من فصل واحد من أصل فصلين تشريعيين إذ حقنت خلافات الانسداد السياسي فصله الأول بالشلل التشريعي ولم يعقد من فصله الثاني الذي انتهى في الثامن من كانون الأول من العام الماضي سوى سبع وعشرين جلسة من أصل اثنتين وثلاثين وبالمجمل فإن سبع وعشرين جلسة من أصل اربع وستين التي يجب عقدها في سنة تشريعية كاملة بحسب النظام الداخلي لم تشفع لإقرار قوانين تعقد الدولة أمالها عليها ومع شبه تعطل لأعمال مجلس النواب تعطل 170 قانون من الدورات البرلمانية السابقة تارات بفعل غياب إقراره الذي يعود إلى عدم وجود هيبة السلطة التشريعية كما يقول محللون بسبب نفوذ برلمانيين يتبعون أجندات سياسية لمصالحهم إذ تصبح الجلسة مجرد لعبة بحسابات أرقام إخفاق تحقيق النصاب بغية عدم الاتفاق مع قانون ما وفق شروط جهة سياسية ما من جهة أكثر خطورة على السلطة التشريعية فإن غياب التوافق السياسي كالحاصل بين حكومتي المركز والإقليم على قوانين الرواتب والنفط والغاز يدخلوا في أسباب تعطيل مجلس النواب وهنا لا يؤثر البرلمان بضعفه وشبه تعطله على أدائه التشريعي فحسب بل إنه سيتسبب بحسب السياسيين في ضعف الرقابة على الأداء الحكومي أو التسبب بإخفاق الحكومة في تحقيق وعود منهاجها من قوانين مهمة مقرونة بإقرار البرلمان لها وأبرز تلك القوانين الموازنة والنفط والغاز والجرائم المعلوماتية وقانون الانتخابات لمجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب وجميعها تحتاج إلى توافق سياسي وهو في الحقيقة غائب تماما غياب وضع البرلمان أيضا في قائمة الغياب عن صناعة دوره الرقابية الشرعي المغيب كذلك بفعل نزاعات داخلية بين اللجان أنيابية